لم يحتاج مجلس النواب لأكثر من يومين لإقرار مشروع القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل لعام 2018 والذي كان مثار نقاش وجدل خلال الأشهر الماضية يومان فقط احتاجهما مجلس النواب لمناقشة مشروع القانون الأهم على جدول أعماله في هذه الدورة القانون بمجمله برفع العيدي إذا تكرمته القانون بمجمله برفع العيدي شكرا لكم الأغلبية مع القانون بمجمله دخلوا المجلس وهم على أحر من الجمر لمغادرته هذا هو حال عدد من النواب خلال مناقشة المشروع قفال باب النقاش موجود في النظام ولا لا؟ إذا منتقاريها هي المادة بس مشان نقولها لك أنه حكس النظام لم يقف الحال هنا حتى من كان متعجلا للخروج من القاعة أو لإقرار القانون حاول مصادرة حق غيره في الحديث بعدين يا زلن بعدين عليش يعتذر يعني يا يحيى يا يحيى خلي ما تزيحكيه مشان نمشي فضل يا ما تز ليس غريبا أن عددا كبيرا من النواب لم يشارك في المناقشات بل لم يحضرها فهناك من يرى هذه المناقشات من دون فائدة بتمنى كل مادة بكفة أن نناقشها عشر جملاء مش ثلاثين أربعين جميل لأنه على هذه الشلافة يعني يعطر ما في مقابل ذلك هناك من رفض القانون وحذر من خطورته أنا بقترح بقترحها الكلام اللي يتكلمه أبو بحفوظ بخطبة العصماء يتمنى المدلس هو البحث الحق بتنشك طاقيته من وقال لكنه القانون مش ظالم القانون ظالم من أخطر الأمور أن يشرع الأغنياء للفقراء ومن أخطر الأمور أن يقوم الأغنياء بعمل نموذج للفقراء الحكومة يبدو أنها كانت راضية عما جرى في جلسات النقاش فكثيرون قالوا إن التعديلات التي أجراها المجلس طفيفة وربما كان بعض أعضائها منشغلا بأمور أكثر أهمية من الضريبة لإسعاف المواطن الأردني أيضا ما بين استعجال نواب ورفض آخرين والقبول الضمني للحكومة بالمشروع وقبل ترقب ردة فعل الشارع تجاه القانون هناك من يسأل إن كان مجلس الأعيان سيوافق على تعديلات النواب أم سيعيده مجددا للغرفة الأولى